السلام عليكم ورحمة الله متزبعي قناة كويزين سيمة أتمنى ألقاكم هذا الفيديو وأنتم بأحسن الأحوال لإقتراح الفيديو اليوم سيكون عبارة على مجموعة من الوصفات التي هي صحية واقتصادية للناس المتبعين حمية أو للمرضى السكري أو للناس التي تجبونها كوصفات فالمهم هذه وصفات التي ستجبكم أكيد ومن المطولة لكم فنحضروا الوصفات اليوم إن شاء الله وما تنسوش لك أنتوا أول مرة تزوروا القناة لأنكم اشتركوا فيها وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم دائما جديد الوصفات اللي كنقدم لكم ونبدأوا الفيديو على بركة الله ونبدأوا بتحضير أول وصفة في هذا الفيديو اللي هي كوكيز بشوفان تيجي شي حاجة اللي جيدة بصاف وصحي فغادين نحتاجوا الوحد الكاثرون اللي غادي نوضعوا فيها مئة جرام للشوكولات الأسود دات نوعية جيدة بطبيعة الحال أنا استعملت هنا شوكولات اللي في خمسة وخمسين في المئة تقدروا استعملوا كيمية يعني نسبة للشوكولات أقل أولا أكثر حسب المتوفر ديلكم وغادي نزيد ليه واحد لسجل مع القكبار ديال زيت النباتية ونديرهم على حمام مريم حتى يدوبوا مزيان ونخليهم لجنة بحتى كيبرد واحد شوية وفادلاتنا غادي ندوز باش نكمل باقي المراحيل هنا كيمشتوا معي فوحد الإناء وضعت بيضاء بدرجة حرارة المطبخ ضفت ليها واحد الكيس ديال سكر الفانيلا وثلاثة ديال مع القكبار ديال العسل أنا استعملت هنا عسل طبيعي باش يعني الوصفة ديالي كتجيني صحية أكثر ونسو ميلة ما عندكم فتقدروا تستعملوا غير العسل يعني العادي سنطربهم هكا شوية بالخلط الكهربائي من بعد غادي نضاف هنا واحد الكاس ونص ديال الشوفان اللي طحنتوا كمشتوا معي مطحون لكن ما مطحونش بزاف يعني خلطوا هكا شي شوية في حبيبت ليهما حرشين وسنضافع ليهم واحد المعلقة صغيرة ديال الخاميرات الحلويات او لا البيكن السوداء او لا الاسب اللي عندكم سوف تنخلط هكا بالخلط اليدوي من بعد غادي نضاف هدك الشكلات اللي خليتو يبرد ضروري انكم تخليوه يبرد هكا يكون بارد او لده في شي شوية سوف تنخلط مرة اخرى هاد العناطير كاملين حتى يتخلط ليدك الشكلات مع باقي المكونات متخلطوش بزاف يعني فقط هكا حتى يبليكم انه جانس سوف توقفوا من تحريك الخليط ديالكم وبطبيعة الحال باش هاد الخالط هاده يجينا متماسك فغادي نوضعه في تلاجة لمدة الوحدة ربع ساعة تقريبا فقط غير باش يتمسكنين الخالط ديالنا وسوف نخرجوه كي مشتومه ايه هنا كي يجيب هاد القاوام هاده سوف نبدأ نشكلها كواحد تقدرون انتم تحكموا في الحجم ديال الكوكيز ديالكم بغيتو هيجيكم صغير فكتصغروا حجم ديال الكوريات بغيتو هيجيكم هكا شوية كبير فكتكبروهم سوف نوضعهم هكا في واحد اللطا اللي فرشت ليها ورق ديال الطبخ وغادي نبقى هكا نكمل الكيميل عندي كاملها انا تقريبا هنا اعطتني واحد اعطتني واحد نشط الحبه نشط الحبه ديال الكوكيز واذا بغيتو كيميه اكتر فرع بطبيعة الحال قد ضعفوا المقادر ديالكم باش كتحصلوا على كيميه اللي تبقى معكم واحد المدة هنا باشكن زينيان خديت نفس النوعية ديال الشوكولاتة اللي استعملت يعني في الوصفة قطعتها كا قطع صغيرة باش غادي نزيل تقريبا الواجه ديال الكوكيز سوف ندخلو ديال الفورن المزخر من قبل درجة حرارة 180 سوف نخليه تقريبا واحد لعشرة ديالتقائق لا تفوتوها باش باش غادي نزيل من الفوق ومن تحت حتى يطيب مزيان من الفوق سوف يبال لكم بان الحجم دياله الضاعف كتخرجوهما الفران وكتخليو حتى كيفرد تماما عاد كتناولوه فكما ستشمعي طريقة ديالتح تحضر سهل و بسيطة وكذلك المقادر في المتناول ومقادر اللي هي صحية ومقادر اللي هي صحية اللي تكون زوينة والديدة وكذلك ما الدرس حدينا ودابا غدي ندوزو التاني وصفة وتاني وصفة هي عبارة اللي بغرير بدقيق ديال القمح الكامل اللي غدي نحتاجو ليه اكيد الدقيق ديال القمح اللي غدي نحيدو منو هذيك النخالة اللي تسكون غليضة كي ما اشتو معي هنا غربلته غدي نوضعها جانبا اللي ما غديش نستعملها في الوصفة اللي انا بتيجينا هكال بغرير ديالنا خفيف ومهوي غدي نضيف كي ما اشتو معي هنا جوج ديال الكؤوس غدي نضيفهم في الخلاط الكهربائي زد عليهم واحد الملقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز وغنضيف صح الشي ديال الخميرة الحلويات كذلك غدي نضيف الملحة اللي كتبقى حسب الدوق بنسبة لي انا استعملت واحد نصف ملعقة صغيرة تقدروا تنقصو إلا ما بريتوش الملحة يعني اني بريتو تستغنو عليها فممكن وهنا غدي نضيف الماء اللي يكون دافئ بنفس الكاس اللي عبرت به يعني دقيق ديال القمح وغدي نضيف كذلك واحد القطرات ديال الخل اللي كيزيد وكيعطونا واحد الخفة لهذا البغرير هذا سوف يتنخلطو المكونات كاملهم تقريبا واحد الخمسة ديال الدقيق ما تكتروش هكا يعني التحين بالسف تبقوك التحنو فيه بالسف كذلك الماء ما يكونش سخون بالسف باش ما يخصرش لكم القوام ديال الخالد ديالكم سوف تشوفوا هاد الفوقعات بحال هكا كيميك يبليكم في الصورة سوف توقفوا من تخلاط او من طحن ديال ديال الخالد ديالكم هدي تخليوه جانبا تقريبا واحد خمسة دقيقة حتى كي اختامر إلا كان الجو بارد فرا كي يبغي وقت أكثر كالجو سخون فضغيا كي يختامر بسرعة سوف ندوزو مباشرة باش كان طيبو كتكون اكيد المقلاء سخونة وسنوضعوها كقياس ديال المغرفة سوف يوضعوها كقياس ديال المغرفة سوف نجهدو عليه العافية حتى كيتقى بكي ما كتشوفوا معي وملاحظة كذلك فالبغرير اللي طبس متوضعوها مباشرة في طبق ديال تقديم ضروري ما انكم تكونوا حاطة احداكم وحد المنجيل اللي كتوضعو فيه البغرير ديالكم مباشرة بعد ما كتطيبوه كتخليوه حتى كي يبرد تماما عاد كتوضعوه في طبق ديال تقديم باش ما كيتعجنش لكم وما كيخصاش القوام دياله فغادي نكملها كطيب ديال الكمية كاملها اللي عندي وعاد غادي نرافقوها بشوية زيت زيتون او الزبدة بلدية او الاسل هاكا باش كاتجيكم وصفة اللي هي صحية اكتر ما كويس ديال ايتي نقدموه بصحة والراحة يرجربو هاد الوصفة رادي تنال ايجاب ديالكم وراكي جي خفيف وزوين كي ما كتلاحظوا معي في الصورة وغادي نمرو الان باش غادي نحضروا التاليس وصفة في هاد الفيديو هادا غادي نحضروا مع بعضياتنا واحد الكيكا جيل تفاح كجيزوين نبسة في كيكا جيل تفاح اكيد غادي نحضروها بدقيق جيل قمح فغادي ناخد واحد الايناء اللي غادي نوضعو فيه تمانية جيل حبات جيل التمر غادي نزيدو عليهم كاس الى ربع مل حليب وغادي نتحنوهم بالخلاط انا بنيسبة لي استعملت هاد الخلاط هادا لكن عدبني شي شوية في الخدمة جيلو يعني اضطريت انا نحتى نكمل المكونات كاملين اعاد تتحلي هادا التمر مزيان انتو ما استعملوا المقادر نيشن في الخلاط الكهربائي من الاول باش ما تعدبكم شكروا بصفة الخدمة ديالا كيما اشتروا معي هنا اعاد غادي نزيد دبا جوجيا البيضات جوجيا البيضات يكونوا بدرجة حرارة المطبخ غادي نضيف قريصة ديال الملحة وشوية ديال القرفة فقط غير باش نسمو الكيك ديالنا لانك يتوتى كما تعرفون ها المادة جلت فاح تقدروا كذلك تعوضوه بقشور لليمون او البرتوقات سوف نضيف كذلك واحد نصف كأس ديال زيت سيتون ونضحن هاد المكونات كاملين مزيان مشكلة بل لكم هاكا دكت مربعين فارا يجي في الكاكزوين يجي هاكا اكترافات باينين ومعلكين سوف نضيف التقيق ديال القمح سوف نحتاجه واحد كاس والكاس الثاني يعني ما يكونش عامر اي بمجموع كاس جوش كيسان الا ربع بالنسبة للتقيق اللي استعملت هنا فتقيق القمح لكن محيج منها ديك نخلي غليظة خليتها فيه سوف نضيف واحد الخمارة للحلويات ونحرر هذه العناصر كاملين مزيان ونضيفهم في واحد القلب اللي بطبيعة الحال سوف نضيفهم بالزبدة او الزيت او اللي عندكم ونرشو بالدقيق هاكا المهم كان هنا المول دينا سوف تقدروا كذلك يعني اذا ما بدوش تستعملوا هذا القلب اللي يكون كبير تستعملوا هذه القوالب اللي صغارين حتى مرة يجوزين هاكا يجو قوالب فرضية سوف نسرح الخالص سوف نسرح الخالص ليه كمشتوم عيارة لا يجوز خفيف سوف يجوز حاقد سوف نسرحه بهذا الشكل سوف نخليه جانبا وناخده هنا باش غادي نزينو الكيكتيننا انا غادي نستعمل في كيميك لكم تفاح غادي ناخد واحد تفاحة اللي تكون كبيرة او اللي اخدو جوج تفاحة صغار وغادي نخليه بالقشرة ديالو باش كسعتان يدك المنادر هاكا زوين وغادي نقطعو شرائح اللي يكونوا طوال ورقاق ما تخليوهم مش غلط باش يدغيطوا لكم بسرعة خادي نصف ليمونة بالنسبة لكم الى توفر عندكم الحامضة انا لم يتوفرش عندي فا استعملت في بلاتطو نصف ليمونة برتقالة فهذه الإضافة لغادي لا تبدل اللون الهتفاح ويكون محافظة لنا اللون جلو سوف تنستفو هذه الشرائح لوجه من كيكتين ومن بعد فادي نرسو عليه شوية سكر الفانيلا تقدروا ترشع لي شوية القرفة من الفوق او لا تقدروا تخليه بغير بحال هكا كنتو ما وشنو بغيتو وتدخلوه الفران اللي يكون مسخن من قبل بطبيعة الحالة لدرجة حرارة 180 كتشعلوه ليه من الفوق ومن الاسفل في نفس الوقت وكتخليو حتى كي طيب تماما بنسبة لي انا خدا معايا نص ساعة جل طيب من بعد خرجتكم الفران مباشرة كنسقيه او لا كندهندك الوجه ديال تفاح بشوية ديال عسل عسل طبيعي بطبيعة الحال وإلا ما عندكم شراكة تستعملو غل عسل العادي سوف تنقطعو الكيك ديالنا بدما نخليو حتى كي يبرد واحد شوية وغا تتوفو معايا كيفاش كي يجي من التخل راكيجي خفيف بثاف اكيد ما كيرتفعش الحجم ديالو بثاف ولكن راكيجي خفيف وكي يجي اسفنجي ما كي يجيش مدقص نهائيا عندما كما غا تلاحظو معايا في الصورة كي يجي خفيف وكي يجي مهوي فغا تجربو هاد الوصفة هادي حتى هي غا تتنا الإعجاب ديالكم أكيد ودابا غا تنضوزو الاخر وصفة وليارة بوصفة في هذا الفيديو هادا هنا غا تنحضرو مع بطياتنا واحد البنكاك ديال تشوفان والبانان تيجي حتى هو زوين بثاف سوف نضعو في واحد الخلاط كهربائي بيضاء واحدة سوف نضيف لها قبصة ديال الملح وصفة ديال سكر الفانيلا سوف نحلو باربعه ديال التمرات اللي يكونوا تمر هاكا معجن سوف نضيفوه للمكونات الخرين تقدروه كذلك لما تفرج عندكم تمر تعوضوه بالعسل سوف نضيف واحد الياغورت الطبيعي ياغورت بوزن ١١ جرام سوف نضيفوه له هاد الخلاط هادا وغا تنضيفو له كاس إلا ربع من الماء الماء العادي يعني ماء بارد إلا ما تفرج عندكم ياغورت فتقدرو تعوضو بكاس ونص جال الحليب يعني إما تستعملو الياغورت مع الماء أولا الحليب غا تنضيف كذلك وحتى لا ستجيل الماء الكبار من الزيت النباتية وغا تنحتاج واحد جوج ديال البانانات اللي يكونوا طيبين مزيان كيما كتشوفوا معي البانان إلا كان طيب كيعطي ما داق أكثر كيعطي ما داق زوين بزاف حيث ما إلا استعملنا ذاك البانان اللي كيكون خضر فمن الأحسن إلا عندكم هاكا بانان اللي يكون طيب مزيان فاستعملوا في هاد الوصفة هادي غا تنطحنو هاد العناصر مزيان وحجوج ديال دقيقة تقريبا حتي كيبانو لنا العناصر كامل ها ندمجوز مباضياتها وغا تنفرغوه في واحد الإناء اللي غا تنكملو فيه تحضر ديال وصفة غا تنضيفو لي هدابة وحجوج ديال كووس من دقيق الشوفان بالنسبة للشوفان هنا أنا طحنتو مزيان يعني يكون مليا ما تخليوش هاكا يكون حرش من الأحسن يعني بحل هذا القوام يعني يكون القوام ديال دقيق بحل دقيق ديال فورس وتنضيف ملقة صغيرة ديال خميرة ديال حلوة وتنخلط هاد شي كامل سوف يغير كيد خلي يدخل يادك الدقيق ديال شوفان مع باقي العناصر كنحبس من التطراب وغادي نغطي هاد الخالط ونخليه جانبا حتي كيختمر المدة ديال 20 دقيقة باش كي يجيكم من فوق ما كي يجيكم شمع الجن من بعد الى طيبته عاد غادي نخد واحد الميقلات الميكة للسقش وغادي نوضعها على النار غادي نخليها في الاول حتى كيتسخن مزيان مزيان عاد من بعد كان نقص عليها يعني تكون نار متوسطة وكان بقا كان نوضع الخالط يعني كي مشتمعي هنا كان نوضع تقريبا جوجل مع القكبار في كل حبة ديال بانكيك سوف يتحمروا ملتح تعد من بعد كان نقلبهم على الوجه الاخر ديالهم كذلك حتى كيتنفخوا وكان نحس بان الوجه الاخر تهو طاب مزيان سوف يتنحيدهم مباشرة كما كتشوفوا معيارة طريقة سهلة ديال الطيب ديالهم فالصورة كتوضح لكم كل شيء سوف نضع الكيمياء البانكيك سوف نضعهم مباشرة في طبق التقديم سوف نضعه كما نضعه كما نضعه سوف نضعه كما نضعه كما نضعه كما نضعه يجب و endurance surgeries مرش حليب اولات الذي انضعه كما نضعه كما نضعه او مرش ! سوف يوم خلط من فوق الاثلقي سوف يضعه كما نضعه كما نضعه كما نضعه ل teşekkür فقط هذا غير اقتراح كي تزينو هكا البانكيك ديالكم سننضيف له الشوكولات من الفوق ومن بعد كنزينوه بشوية ديال القرقع مهرمج او اللوز مهرمج او اللي اللي متوفر عندكم على حسب الرغبة ديالكم وكا اضافة فقط غادي نضيف هكا حبات ديال الفرنبواز او ديال الاحمر كما قلت لكم هادو كيبقى غير اختيارات اه يعني لحسب التزين اما راه الوصفة هي اللي عليها كل شي فكانوا هادو هما الوصفات ديال اليوم كانت مننا اينا لو الاعجاب ديالكم وما ترددوش انكم تجربوهم فراه تستحقوا تجربة ديالكم علشالله من ناكلوش هكا شهيوات اللي لدادو زوينين بثاف وفي نفس الوقت ان نحضروا اشياء اللي صحية اه اذا نصنعنا النهاية ديالفيديو ان شاء الله في فيديو قادم ولعجبوكم بحال هادو نوع ديالبصفات خليوها ديالفي كومنتر باش نزيدكم افكار اللي هي متعددة ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية خليتليكم الرحة الى فيديو قادم بحول الله اشتركوا في القناة